عقد أصحاب السعادة وكلاء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون الاجتماع التحضيري للاجتماع السابع للجنة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون ووصل اجتماع بتكليف فريق من وزارات التربية والتعليم بدول المجلس لإيجاد تصور موحد حول مجالات التعاون الدولي وآلياته في مجال التربية والتعليم واعتماد التصور الخاص بإعداد برامج توعوية موجهة لطلبة المدارس تتعلق بأمن المعلومات والاستخدام الآمن للمنصات الرقمية كما ناقش الاجتماع التحول الرقمي وتعزيز التعاون الدولي ووضع كافة المؤسسات والمنظمات والمكاتب الخليجية تحت مظلة الأمانة العامة وحماية القيم الأخلاقية والدينية والأسرية في المجتمعات الخليجية والتعاون في تحقيق الهدف الرابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التعليم الجيد ترأس الاجتماع سعادة الدكتور عبد الله بن خميس أنبو سعيدي وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم